قام طاقم سفينة الفضاء صباح الجمعة بضبط إعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية التي تم إحضار معداتها مسبقاً في وحدة التيانخ الأساسية يعتزم الرواد بعد ذلك ترتيب احتياجات الحياة اليومية كما سيدخلون سفينة الشحن الفضائية لنقل بعض المعدات التي تم إحضارها مسبقاً للوحدة الأساسية لترتيبها وتثبيتها ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية نحو أسبوع كامل وبعد ذلك سيبدأ رواد الفضاء رسمياً حياتهم الفضائية التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر قام الطاقم بتنفيذ جدول الحياة المتزامن مع الأرض حيث يعمل طاقم الرواد مثل التواقم الموجودة على الأرض ويقومون بتواصل معها في وقت معين في الصباح والليل بتزامن مع توقيت بكين لدينا تدبير لتحقق هذا الهدف في هذه المرة سيعمل رواد الفضاء الثلاثة وسيعيشون في المدار لمدة ثلاثة أشهر بما يفرض متطلبات جديدة عليهم تعد رحلة ثلاثة أشهر لحلة طويلة وقد يواجه رواد الفضاء مواقف غير طبيعية ومشكلات غير متوقعة أثناء هذه الفترة فهذه المهمة تترحم طالب أعلى للياقة البدانية والعقلية للرواد الفضاء كما تترحم طالب أعلى لاختبار محراتهم إن تشغيل وإدارة المركبة الفضائية الضخمة والمعقدة وإجراء تجارب علمية مختلفة تعتمد على قدرات ومحرات رواد الفضاء لذا يجب أن يتقن رواد الفضاء الكثير من المحرات العلمية ذات الثلة ليكونوا مواهلين لهذا العمل موسيقى